شنت ميليشيات الحوثي والصالح من موقع التهامي وجبل ناصة قصفا عشوائي بالكاتوشا والمدفعية على قرية رماء وقرية سوان وعلى القرى المجاورة أضطر سكان هذه القرى كما تشاهدون في الصورة إلى النزوح وترك مناطقهم وقراهم بسبب القصف العشوائي التي تشنه عليهم ميليشيات الحوثي وصالح نسأل أحد القادمين من هناك عن سير المعارك أو الضرب الذي تعرضت له هذه القرية ماذا تعرضت له قرية رماء وسوان؟ تعرضت قرية رماء وسوان من الضرب الكثيف من جميع الأسلحة ومن جميع الأشد الأسلاح الذي يستخدموه ضد القرى وضد المدنيين والأطفال والنساء إذن هذه هي ميليشيات الحوثي وصالح تخرج أهالي قرية رماء وسوان من منازلهم بسبب القصف العشوائي والمستمر على هذه المناطق محمد موريسي قانتو بلقيس الظالع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر